اشتركوا في القناة 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 بس حتى قبل هالشغلة عم بلاقوا زيادة بالألاء والاكتئاب فصاروا الدكاتر الشاملين المتكاملين اللي زي عم مندور ليش طيب الشغلات هاي عم بتصير عند أطفالنا كمان فواحدة من الشغلات اللي تبينت انه فيه اشي اسمه تحسس غذائي فيه ثلاثة انواع من الحساسية او الانتولرانس للأطعمة واحدة من الشغلات هي الحساسية الحقيقية التانية هي عدم القدرة على تحمل الأكل اللي هو الانتولرانس والثالثة هو التحسس فأنا بلاحظ دكتورة بس بالبداية هو ايش هو التحسس يعني لما بقولك هذا دكتور مثلا بقولك انه الطفل متحسس بتطلع عليه يعني هو انه هاي المواد عم يرفضها الجسم وجسم قاعدة عم بتفاعل مع هذا المواد والرفضه بطريقة انه تظهر عوارض على الطفل هي هاد هي التحسسس فبنا نحكي عن كل واحدة نعم وكيف بتظهر نعم لانه المهم انه الأم والأب يعرفوا كيف يعني ايمتا لازم يروحوا عالدكتور دوري ايمتا هم ممكن يلعبوا شوي ويكونوا هم محقيقين يدوروا بالبيئة ويدوروا بالأطعمة تبعة الطفل فبدي أعلم الأهالي أول إشي شو هي أنواع التحسسات وشو الأعراض تبعونها ايمتا نروح عالدكتور وبعدين كيف هم يعملوا التحقيق بالبيت أو بمعونة الدكتور أو بمعونة ناس أخصائي من هالشكل يعني اللي زي إنه كيف بدنا نخلي الطفل أول إشي بنا نشوف شو اللي هم تحسس منه وتاني إشي شو بدهم يعملوا فخلينا نحكي بالحساسيات الحقيقية الحساسيات الحقيقية للأكل هي اللي بتسمعونها إنه أنا باكل مثلا فستو دغري بتصير على جسمي شرية تمي بنتفخ بصير عندي صعوبة بالنفس بصير صدري يصفر هاي نتيجة الحساسية نتيجة تفاعل الجهاز المناعة تبع الطفل مع بروتين معين بالأكل فالجسم بيكون في جسم مضاد انتيبادي اسمه IGE فلما الطفل يتعرض حتى لكمية صغيرة منه كل الأجسام المضادة هاي بتروح على البروتين بلزقوا بكريات الدم البيضة المعينة بفرزوا كميات هائلة من مادة اسمه الهيستامين اللي بتسبب الأعراض والسيتوكاينز اللي بتسبب الالتهاب الهيستامين شو بعمل بخلي أي واحد عنده تحسس الربيع بعرف عناه بصيروا يحقوا نعم بتخليشوا بصيروا يسيلوا خشموا بيحتقن خنانته بتنزل بصير يعاطس ممكن لما يكونت الحساسية كبيرة بيصير فيه أعراض مثلا انتفاخ لسان انتفاخ بالشفاه صعوبة بالتنفس صفير وفيه مرات بنزل الضغط وغتيان وبعدين مراجعة وممكن أنه كمان يصير فيه وفاة إذا الحالة ما اضطر أقولها بسرعة يعني ما عالجه بسرعة بإعطاء الانتيهيستامينز المواد اللي ضد الهستامين ومادة اسمها بالإبرة بعطوها اسمها بحطوها لحالة هي اسمها هي بتحقن لحالها بتحطيها على الجلد بحطها الطفل مثلا أو أنت كأم تحطيه على إجرى الطفل بتطلع الأدرينالين اللي بتخفف من الأعراض وشغلة كتير مهمة بدي الناس يعرفوها أنه الطفل اللي راح على الألرجست على خصائي الحساسية وأخذ الإبرة هاي ومثلا الطفل عنده حساسية للناس أكتر إشي عم بيلاحظوا بالأطفال الأكشن الفستو السوداني البينت كل أنواع المكسرات ممكن يصير عندهم للبيض خصوصا بياض البيض مش صفار البيض وصير عندهم لتشلفش الأسماك اللي إلها الصدفيات فحتى لما نقوم تكون عارفة البلان هذا لازم تتذكر دايما أنه تعطي الأبيبان تعطي الانتيهستامين وبعدين تتوجه للدكتور لأنه التفاعل هذا أو الرياكشن هذا ممكن يصير على مرتين يعني أول ساعة على ساعتين بيروح وبعدين بيرجعوا الأعراض فكتير مهم أنه الطفل بعد ما يصير معاه شغلة من هالشكل أنه يتوجه للطوارئ يتوجه للدكتور تابعه على المراقبة يعني حتى لو أنه لأمنيح ما بتأمني أنه أنه يظل منيح هذا ما عم بحكيه علشان أخوف الناس بس لأني بلاحظ أنه كتير من الأمهات اللي بروحوا على على الأخصائي الحساسية الأخصائي الحساسية بنت سي يذكرهم هاي الشغلة مهمة كتير أنه بنت سيذكرهم وطبعا الحساسية الغذائية لأنه أعراضها ممكن أنها تكون شديدة كتير لازم لازم الطفل يروح على الدكتور الحساسية بعملوله فحصات دم بعملوله فحصات بالجلد بس الأم والأب لازم يعرفوا أنه بأول سنتين فحصات الدم والجلد مش كتير دقيقة فإذا الأم لاحظت أنه أنا طفلي بس يأكل هالشغلة بمرض كتير تفادي حتى لو قالك الدكتور بهمش أنت أعطيتي هالطعام وصار عنده ردة فعل قوية أنت بدك تأمني على حالك فكتير مهم أنه الأم والأب يثقوا بحالهم كمان مش لدرجة أنه أي إشي مثلا صار شوية حمار حوالي ثم أنه قال ييه ما حبيته وييه صار هير لا بس إذا صار فيه ردة فعل قوية لازم لازم أول إشي تتوجه على دكتور الحساسية وتانيا أنه هي تأمن على حاله يعني تصير ترائب الحساسية اللي من هالنوع لها عام الوراثي قوي الطفل اللي أمه مثلا أو أبه واحد من الأبوين عنده حساسية عندهم قابلية بين الخمسة والأربعين بالمئة أنه يصير الطفل أنه يصير عنده نفس الشيء ذي أهله إذا الأبوين عندهم الحساسية قوية القابلية ستين لثمانين بالمئة فأنا دايما من النوع اللي بحب أتفادل المشاكل ومن أحسن الطرق أنه الواحد يتفادل المشاكل أنه يقوي الجهاز المناعي تبعه خلينا نحكي شوي عن أسباب زيادة الحساسية أو اللي منفكر فيها كأطباء لأنه ما في تفسير معين يعني ما في وما فيش دراسة من قدر نعملها هلأ لأنه هاي الشغلة بدها عشرين تلاتين سنة بس المعتقدات أو النظريات الدرجة أول إشي البيئة عندنا كتير نضيفة إيش يعني نستعمل الديتور على كل شي نعم نعاقم كل شي منعطيه للطفل طب هذا الطفل عنده جهاز مناعة جهاز المناعة طبعه الله خلقه علشان يتعامل مع الشغلات أنا عم بقيم كل البكتيريا كل الفيروسات كل الشغلات من البيئة اللي ممكن نتعامل معها جهاز المناعة جهاز المناعة بسهر بقول أنا بدي أشتغل على شغلة فبيصير يدور على الشغلات بيدور على الأطعمة ومنها هاي المشكلة لأنه كمان عم نلاقي زيادة في الأمراض الاسمها autoimmune diseases الأمراض وين الجسم تبع الطفل بتفاعل مع حاله بعمل أجسام مضادة ضد حاله مثلا ضد الثايرويد الديابيتس تايب ون السكري مش تبع الكبار اللي بيجي مع البدانة عادة التايب ون اللي هو نقص الإنسولين فهاي هاي واحدة من النظريات يعني جدتي الله يرحمها طليانية كانت تقول لازم الطفل يأكل برميل من التراب وأنا معاها لأنه لازم الأطفال يتعرضوا يعني إحنا مثلا نعطي المطاعم نعطي الفاكسين لأنه فيتها تنسب التراب طب أنا أعطيت هالطفل المطعوم خليه يلعب شوي بالتراب عشان جهازه المناعي يتعرض يكون عنده إشي يشتغل بدان ما يشتغل على الأطع طبعا نحن حكينا هذا إشي افتراضي إنه برميل من التراب لا بس لكنه لا إنه يتعرض للوسط هو الطفل دكتورة من بداية حياته بيبلشوا هني يعقموا كطفل صغير أمره أشهر مسلا شهر أو شهرين ببلش يعقموا الأناني يعقموا من أول ما يقوله بعقموا وبعقموا كل البيئة اللي بيجي فيها الطفل لأنه ما بنعرف إحنا هو الطفل من شو عم بيتحسس لكن أكيد بيتعرض لأنه هو البيروسات والميكروبات بالجو من تشري يعني وين مكان بدون يعقموا كما للهواء لكن دكتورة هو بيبلش الطفل يتعرض لهذه البيروسات والميكروبات من وقت ما بلش يمسك لا هلا هو بتعرض من قبل لكن لما يمر لما يولد الولد في طبقة من البكتيريا النافع بتغطي الطفل بتفوت بعناه بتفوت بخشمه بتفوت بيتمه وبعدين ببلعوا عشان هيك كتير مهم أنه الأم تكون واعية لصحتها عشان تكون عندها هي بكتيريا نافعة عشان تنقلهم للطفل لأنه كمان نظرية من النظريات أنه الطفل اللي بولد بالقيصرية عم بلاحظه أنه الطفل اللي بولد بالقيصرية ممكن يكون عنده قابلية أكتر للتحسس مثلا التحسسات الموسمية والربو واحدة من النظريات أنه ما بمر بالجهاز التناسلي تبع الأم فما باخد منها البكتيريا النافعة اللي راح تفيده بالمستقبل نعم لكن دكتورة هلأ نحن في بعض السيدات أو الأمهات الجدد عم بيقول بيقولوا أنه كيف بدي أعرف الطفل أنه عم عنده حساسية من هاي الأكلة أو من هاي الأكلة أو من هاي الأكلة خلينا خلينا نكمل عن ألواع وزيادة لما حكيتي عن الحساسية الغذائية لأنه الأسباب الثانية بدي الناس يعرفوا الأسباب علشان يقدروا يتعاملوا معها عشان نتفادة أنا دايما غاوية تفادي نعم زي ما بقولوا عشرين ألف مرة مليون مرة تسمعها بالنهار درها موقاية خير من قنطار علاج طمع فالزيادة في نظافة البيئة يعني لما البيبي يكون صغير صغير أنا ما عادي يمانع تعقموا غسلوا اللهاية أو الأناني بالمية والصابون بالنهار عقموها بالليل حطوها بالدشواشر حطوها بالتعقيم فيها أجهزة تعقيم خصوصية أو الغلي يعني عادة الناس بتغليها غسلوا إيديكم طبعا مع كورونا كتير مهم بس غسلوا إيديكم غسيل الإيدين بزيل معظم البكتيريا بس مش كلها فبدنا شوية من البكتيريا تبعاتنا تيجي على أطفالنا نعم عارفتيم نعم فالدتول يعني مش كتير ضروري أنك تعطمي كل سطح من أسطح البيت هنا هالدول بيحطوا الدعايات على والإعلانات على التلفزيون أنا شعر راسي بس نحن بيحاجد لهاي البكتيريا على أساس أن نشط الجهاز المناعي وبتضربه نعم بيقول الطفل يجاني هاي البكتيريا مش عاجبيتني شو بد أعمل فبصير يعمل مضان ضطحي بيزيد من الكوريات البيضة لما ما يكونش في ولا بكتيريا يتعامل معها بصير يقول طب أنا زهقان زي أي طفل يعني بصير إيش يععمل يشاغل طب اللي مشاغبة إيش جاي على جسمي كل يوم في البكتيريا اللي جاي على العنين والخشم والتم بركنا عمل تحسس موسمي في البكتيريا أو الأطعمة اللي بتيجي عندنا على الجهاز الهضمي بركنا عمل تحسس منه فلازم نخلي الطفل يعني ضمن المعقول مع الكورونا أنت بيتك نضيف مش ضروري يكون معقم زي يعني مهم لما تروح يتعمل عملية بدك ياهم يعقمه لأن هاي البكتيريا بسفوت على على سطح الأغشية اللي ما في الغطة تبع الجلد أنه يحميها من الالتهاب ومن العدوة فلازم غرف العمليات تكون معقم مية بالمية بس بيتك مش لازم يكون غرفة عملية يكون نضيف لكن أنا من أحكي دكتورة هو بكون على موضوع النظاف وهيك جدا مهم النظافة وال إنه الإنسان يكون متبعي يعني أسهلي بالنظافة الطبيعية لكن في بعض السيدات بتبالغ بموضوع النظافة بوضع الخطول والكلور لكن أنت عم بتنطفي بيتك بهاي الطريقة وبتحطيها خاليا من المايكروبات 99.999 زي ما بحطوا بالإعلانات لكن أنت بدك تعرفي إنه هذا اللي عايش بهذا البيت اللي نضيف مية بالمية تقريبا ويطلع برة بده يسوق بده يتعامل مع الخارج بتعامل مع الدكانة تشوف لولاد التانيين المليانين بكتيريا وفيروسات فأنت أهم إشي مظبوط إنك بتحافظي على نظافة البيت لكن بنفس الوقت بدك تزيدي من قوة جهاز المناعة للطفل بإنه شوية شوية يتعرض لهاي المايكروبات وقوي جهاز المناعة تبعه عشان لما بينطلق للحياة للمدرسة للحضانة للديكر ما يكون الطفل اللي بده المريض أول ما فات على الحضانة مرض من ورا مرض ورا مرض بتلاقي دخل من هون وبلش الرشح الفلاونزا الحساسية ما في مرض إلا جابه على البيت بقولك شو هي الحضانة كلياتها موبوقة أوقات بتكون مش موبوقة هي من كتر النظاف اللي عندك بالبيت جهاز المناعة على هذا الطفل زيره صارت بس مش بس كتر في أسباب عديدة بلازم نحكيها لأنه طبيعا يعني هذا إحنا بشكل عام نطلع على عدة يعني ما في سبب ياريت 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 الطب الغربي بقول لكل ده دواء هذا الحكي إحنا عم نلاقي إنه مش صحيح مش صحيح لأنه الأسباب بتكون كتير متنوع متعدلة فخلي يعني الفكرة من هاي النقطة إنه ما تكوني مهوسة لدرجة إنه طفلك كمان خايف يمسك الاعتدال بكل إشي الاعتدال وبعدين زي ما حكينا على الحضانات هدول الأطفال اللي بتروحوا بروحوا على الحضانة وبظلهم مرضين كل السنتين اللي بيقوتوا فيها هدول الأطفال اللي بروحوا لما يكبروا ما بمرضوش كتير لأنه جهازهم المناعي قال أنا شفت هذا الفيروس وشفت هذا الفيروس وشفت هاي البكتيريا وشفت هاي الفطريات انصبت فيها كلها فلما أتعرض لها كمان دور أنا مستعد فبكون مستعد لها الشغلة الشغلة التانية اللي بيفكروا إنه أسباب زيادة تحسسات بالأكل اللي هي المواد اللي عم بيستعملوها بتربية الأكل تبعنا مثلا الحيوانات عم بعطوها هرمونات عم بعطوها مضادات حيوية فالسؤال لما الطفل يأكل أكل معينة مأخوذة مثلا الحليب اللي مأخوذ من البقرة اللي معطينها هرمونات ومعطينها مضادات حيوية هو التفاعل من الحليب ولا من المضاد الحيوي ولا من الهرمون فالمهم الأم إذا بتقدر تلاقي مثلا قبل ما تقول إنه طفلي بس يشرب الحليب بصير عنده كل هالعراض تجرب بتجيب حليب أورغانيك عضوي إذا فيه إمكانية لأنه هاي مفروض إنها خالية من المواد الكيموية فكان عندي طفل أحكي لك أصلا كان عندي طفل جربنا بيبي صغير ابن تحبس من الحليب جربنا كل أنواع الحليب بما فيه نوع من الحليب الأنينة الصغيرة حقها خمسة لا أربعين دولار غالية غالية جدا خاف براحة الأم أنا قلت بصر شو يا الحليب الغالية هذا ضبط المشكلة رجعت لي بعد شهرين لأنه كان عندنا علاقة منيحة يعني أنا بقولها تقول لي أنا بشايف الأعراض زادت بقولها أوكي خلينا نجربه كمان أربع لخمسة أيام ما ضبطت بدي نغير لشغلة تانية لأنه الطفل كان يعني خنانته نازلة وعنده ربو وبيقح وعنده إسهال وعنده أكزمة أقولت الله أكبر هذا الطفل عند بتعرفي شو عملت جابت حليب عضوي هي علمتني كيف أطفالنا بيعلمونا أنا المرضى بيعلموني مرات جابت حليب عضوي وصار البيبي منيح هاي عمري ما فكرت سيها بس هاي من الأسباب زياد تحسس مع النباتات المبيدات الحشرات المبيدات اللي عم بستعملوها التغييرات هاي الجيناتيك انجينيرينج الجيم اوز هاي عم بتغير بتركيب البروتينات اللي بالأمح خصوصا فبالأول كان ريت كتاب اسمه The Wheat Belly أول ما الأمح طلع كان فيه حوالي 16 كروموزوم هلأ صار فيه 163 طب أنا جسمي متعود لأنه آلاف السنين وإحنا بناكل هالطحين الأمح اللي مش متغير فيها 16 كروموزومة متعودة عليه نعم غيرناها خلال عشر عشرين سنة صار عندهم مية أو أكتر من الكروموزومات نعم طب أنا شو بد الجهاز الهضلي بيقول هذا هو أمح نعم ولا شو هذا فبصير من نوع من التحسس ورح نحكي عنه فأي وقت الأم تقدر تجيب شغلات عضوية بيكون كتير منها أحسن هي أغنى بس الطفل ما بياكل كتير خاصة اللي عنده حساسية مفرطة يعني بس الطفل كمان ما بياكل كتير وفي ويبسايتس على الانترنت بتقول إيش يسمو The Clean 15 اللي هي خمسة عشر أنواع من الخضار والفواكه ما بهم إذا كانها عضوية ولا وبعدين في The Dirty Dozen اللي هي وبدرسوا كل سنة قديش كمية المبيدات والأورغانو فاسفيت الأورغانو فاسفيت بالذات هي نوع من الكاميكوز اللي بيحطوها بالخضار والفواكه اللي بتسبب التهاب بالجسم بتسبب زيادة حساسية بتسبب الشغلات بيفكروا حتى ممكن أن تسبب فرط الحركة بالأطفال ف The Dirty Dozen مليانة يعني الكميتها كبيرة مش بس بالإشرة تبعت الفواكه والخضار بس باللحم تبعه فاتطلعوا آه الشغلة إذا كان أي واحد منكم ممكن أنه يجيب أكل عضوي بيكون منيح السبب الثالث أنه هو تغيير في منهجنا الغذائي حيلا بطلنا ناكل أكل زي زي ما كنا زمان يعني أكل جداتنا وجدودنا وحتى أكلنا إحنا كان كتير صحي أكتر هلا إحنا عم ندور كأمها تعاملات بدنا ندور على إشي سهل نحطه على نعطيه لهالطفل عشان يمشي لأنه نمط حياتنا صار هيك والمشكلة في هاي الشغلة إنه كتير من الأكل عالية بالسعرات الحرارية بس بنقصها المواد الغذائية اللي بتحمينا من التحسسات وبتأوي المناعة تبعتنا مثلا الفيتامين A الفيتامين D والزنك كل هاي المترجمات مثلا السيريال شفت أم هذيك المرة بحاطرة بنتها قدام عشرين ألف سيريال ألتلي نائس ألتلها نائها السيريال بدي أحكي لها بليز ما تعطيها السيريال أعطيها عملينا عصرون خمزة مع لبنة كتير أحسن لها مع شوية زيتون شوية خيار شوية بندورة السر بهاي الشغلة اللي لقاته أنا لأني كنت أم عاملة لمدة طويلة يعني هلأ أولادي كبير بس اشتغلت كل ما أولادي يعني رحت على الشغل لما كان كانت نور أربع سنين يعني اشتغلت أكثر من 16 سنة وأولادي بالبيت فأنا كنا نعمل استعداد اليوم اللي قبله أو يوم الأحد كانت يوم نروحها الكنيسة ونرجع يوم الطبيق العالمي نعمله ونفرزه فهاي طريقة إنه نتعامل الشغلة الثانية اللي المشكلة بالمنهج الغذائي تابعنا إنه عم بزيد السكر أكلنا للسكر ومش بس من خلال الشغلات اللي منفكر إنه فيها سكر بتعرفي إنه علبة هاي فيها سكر بدك تقري كلها لأنه السكر كتير شو بدي أحكير يتعتبر من المواد الحافظة وممكن نستخدم بكتير من المعلبات بس كتير بتأثر على البكتيريا والفيروسز والفطريات الموجودة في الأمعاء فلما البكتيريا والفطريات بالأمعاء تتغير بصير عنا إشي اسمه زيادة نفاذية في الأمعاء يعني فالمسافات بين الخلايا بتزيد فبروتينات عادة وبكتيريا وفطريات عادة ما بتقدر تفوت على الدورة الدموية بتفوت على الدورة الدموية فبتعمل انتهاب وبتعمل لن تحسسات لأنه الجسم بقول هذا من وين إجاني بدي أعمل ضده بدي أشغل عليه بدي أخلص منه لأنه هذا مش منيح فبتلاقي الطفل بشكي من التعب بشكي من الصداع بقول جسمي بوجعني ومش عارفة شو مالي هذا كله ممكن يكون من الليكي قات قلنا اختلال توازن البكتيريا النافعة والضارة وبعدين في زيادة السكر بزيد بنمي الفطريات بالأمعاء والفطريات مش لازم تكون يعني فيه فطريات طبيعية بالأمعاء بس لما تزيد عن حدها بتحب السكر فبتعطيها السكر بتصير تاكل كتير بتزيد نفاذية الأمعاء وبزيد القابلية للتحسس وبزيد القابلية للإنتهاب الجسم فهذه الأسباب الكبيرة العامة اللي بفكروا فيها عن زيادة الحساسية فلأ حكينا هلأ عن الحساسية الحقيقية اللي هي فورية وعراضها محدودة وممكن أنها تكون خطيرة خلينا نحكي عن عدم تحمل الأكل لأنها بتأثر على الأم المرضعة بتأثر على الطفل الصغير الدكاترة ببداية يعني ببداية الطفل لما ببلش يأكل المواد الغذائية بينصحوا دايما بيحكوا أنه أعطوا المادة هذه مثلا جزر أعطوها ثلاثة أيام ببلشوا بعدين بعد الجزر خكوسة أعطوها كمان ثلاثة أيام أنا عادة أقول خمسة أيام لأنه مرات الجسم بنده خمسة لست أيام لحتى يدفعوا ويفرجين الأعراض فبصير في ناس كثير لا أعملي له الخلطة الخضار كلية مرة واحدة مشكلة بيحلعي ليش بلشوا الدكاترة هلا يفصلوا حديثا يعني أنت عم تحكي هذا علم بلش شوي شوي في تطور فيه بكيف أعطاء المعلومة لما الدكاترة صاروا يقولوا لأ المواد الغذائية اللي خلطة الخضرة أو شربة الخضرة اللي بيعطوها للطفل اللي عمره أربعة شهر أو ستة شهر لما بلش يعكل بيعطوها مادة مادة وبعدين بعملوا الخلطة مع الجاج مع الحمير لأنه ما بتعرفي إذا الطفل رح يتحسس تحسس من هالشوربة تحسس من البندورة تحسس من الجزار تحسس من الجاج فأنتي بتزيدي شغلة شغلة والشغلة خلينا نحكي عن التحسسات بعدين نحكي كيف نبلش الأكل بالأطفال الانتولرانس أو عدم تحمل الأكل هو نتيجة أن الطفل يائمة ما بقدر يعمل أيض أو يهضم الشغلة المعينة أو بقدرش يفرزها الكافين مثلا هذا اسمه عدم تحمل الأم المرضع ممكن في كتير أم مرضعات بلاحظوا أنه لما يشربوا قهوة كتير يشربوا شاي المشروب الطاقة هذا مليان في كافين فممكن أنها تلاحظ أنه بعد عادة أي إشي من أكلهم نشرب بنزل بحليب الأم بعد 12-16 ساعة نعم فبتلاحظ الأم أنه ابنها نكد مش جوعان مش تعبان مش زهان مش بردان مش شوبان ما بده تغيير الله أكبر شماله تطلع مثلا على الكافين عندهم لأنه الطفل جسمه ما عنده الأنزيمات إنه يفرز الكافين فأنتي بتاخذي كافين على كل جسمك ممكن أنك تتحملين طفلك ما بتحمله فبتلاقي أنه من نكد مش عارف ينام معصب بعيط كتير حتى يمكن يصير عنده رجع فهي الشغلة الأم مثلا تقدر تطلع عليها الأطفال الصغار الشاي مليان في كافين الناس ما يعني الناس لأنه الشاي مع السكر كتير مهم بالنسبة للتغذية اللي عندنا بس ما بدركوا إنه الشاي فيه كافين وفيه أطفال بتحمله وفيه أطفال بتلاقيهم نوبات غضب ومنرفزين مش عارفين يناموا فطلع على كمية الكافين اللي اللي عن طفلك الشوكولاتة فيها كافين المشروبات هاي فيه مش بس مشروبات الطاقة أنا اكتشفت بأميركا فيه مشروب اسمه سنكست أصفر أنا فكرت إنه بس المشروبات البنية اللي فيها كافين تريته هاي فيها نسبة أعلى من الكافين من الكوك ومن الباب تبسي فكنت أشربه وما عرف أنا بطلت لأنه قلت يعني الناس كلنا نحنا الاشياء العادية يا دوب موجودة عندنا بس بس لأنه عم نلاقي يعني مشروبات الطاقة في أكيد مية بالمية كافين لا أسم الواحد يرى وعي وعي على هاي المواضيع المسروبات الطاقة وإنها هي هلا بتأثر على حياة الشخص إن الأم المرضعة بيجي بتزيد دقات الحقل ممكن يتخلي عدم انتظام بس للطفل وما عم بيحكوا عن تأثيرها للطفل فالبتشوفي الادعايات للكوك والشغلات أنا اللي بحكي إنه اقري الليبولز اقري النشرة اللي عليها وشوفي هذا الأكل فيه كافين ولا لا شغلة تانية أكلها ما بتحسسوا أو ما بتحمله الطفل الحليب الحليب فيه نوع من عدم التحمل اسمه هذا عادة ما بصير بأول سنة لسنتين من حياة الطفل لأنه السكر الأساسي بحليب الثدي هو لأكتوز لأنه كتير من الأم هات كان يسألوني ابني عنده لأكتوز انتولرنت بقولهم عادة هاي الشغلة ما بتصير اللاكتوز انتولرنت موجود لأنه اللاكتاز اللي هو الأنزيم اللي بيكسر اللاكتوز ناقص بالأمعاء تبع الطفل فشو بصير البكتيريا الطبيعية الموجودة بالأمعاء زبعة البابي بتصير اه 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 تعمل ايش بتتفاع يعني؟ متابولايززة تاكله 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 فلما شو بتعمل لما لما تاكله بتطلع غازات وبتزيد في زيادة من الحامض بصير فالطفل شو بصير معه بصير يدشه بصير عنده غازات بطنه بنتفخ بصير عنده اسهال وممكن يصير عنده شوية غثيان هذا الاكتوز انتولرنت وهذا عادة بمشي بالعيال وكتير من الناس الموجودين عندنا ببلاد عربية هذا نسبته حتى زادت كمان صرت الواحد عنده حساسي من الاكتوز ولاكتوز ولاكتوز لا ما هو هذا اللي بدنا نفرق بهذا اللي بدي احكي لك اياه فيه فرق بين الاكتوز انتولرنت اللي هو نقص بالانزيم وفيه فرق بين التحسس من الحليب اللي هو الجهاز الهضمي مش قادر يتعامل معه هو نوع تاني لسه مش واضح بالنسبة للعلم لانه فيه ناس بفتوا فيها كتير بس مش واضح للعلم ليش انه عم بصير فيه تحسس للحليب زي ما حكينا ممكن من الهرمونات ممكن من الانتبياتيكس بس كمان فيه يعني لانه البكتيريا بالجهاز الهضمي طبعنا متغيرة لانه فيه زيادة نفاذية بالجهاز الهضمي عند كتير ناس ممكن يصير فيه تحسس الحليب تحسس الحليب غير عن الاكتوز انتولرنت تحسس الحليب ممكن انه يعمل احتقان بالعينين احتقان بالخشم ممكن انه يعمل اححا ممكن انه يعمل واجع بالمفاصل ممكن يعمل طفع جلدي ممكن يعمل أكزمة ممكن يعمل نوبات غضب عند الطفل ممكن يعمل ألأ عند الطفل ممكن يعمل أرق عند الطفل ممكن يعمل اكتئاب عند الطفل ممكن يعمل أعراض زي الفرط الحركة عند الطفل فإذا الأم بتشك أن طفلها مثلا أنه هي بتلاحظ على حالها أنه لما تشرب حليب بتحس هيك بألأ أو بضغط أو بصير عندها أعراض ممكن تحسس من الحليب خليها تقيمه من الدايت تبع الطفل لأربعة لست أسابيع وتشوف العدم احتمال نوع تاني من الأكلات اللي هي الأمينات الأمينات هي الهيستامين اللي حكينا عنه بالأول هو نوع من الأمين الأمينات فالمواد هاي البكتيريا لما نحط نخلص طبعها ونحطها بالتلاجة بتزيد كمية الأمينات بالأكل وكمان في أكلات مخمرة الأكلات المخمرة اللي أنا دايما منصح فيها فيها نسبة عالية نسبيا من الأمينات في قسم صغير كتير من الأطفال ما بتحملوا الأمينات خصوصا الهيستامين فالأم الواعية تطلع تقول بعد ما أطعميها هالأكل المخلل ابني بصير عندنا متخضب بصير يبكي بصير يعيط بصير مشاكس وبينهكد نعم تعرف أنه هذا ممكن أنه يكون من الأمين كل نوع من الحساسية لنوع معي فالتحسس هذا ممكن يصير إحمرار الجلد إحمرار الجلد حلو لما يصير لأنه خلاص الأم بتنتبه السبب اللي نقيت الموضوع هذا أنه الأمهات مرات إذا ما فيه إشي كبير يعني إشي شرية انتفاخ بمفصل الأم ممكن ما تنتبه إله عشان هيك حبيت أني أحكي فيه لأنه حكينا عن الألاء وعم نحكي عن علاج الألاء والاكتئاب والشغلات والفرط الحركة بحب أن الأمهات يكونوا وعيين يصيروا زي المحققات وينتبهوا على حالهم لأنه كتير مرات الطفل بيكون متحسس منه أنا بنتي متحسس من الجلوتين أنا ما بقدر على الجلوتين بنتي متحسسة منه وهي العلمتني أني متحسسة منه على فكرة نعم ولحساسية الجلوتين وراثية هي لا فيه هلأ منحكي عنها خلينا نكمل عنها لا تحسس الجلوتين إذا الأم عندها فيه سيليك ديزيز هذا نوع هذا السيليك ديزيز هذا عام وراثي إذا الأم عندها هي بدها تتوقع بدها تتوقع يعني بنسبة كبيرة إنه ابنها البيبي عنده هي المظبوط ما حضرت أنا الأرقام بالضبط وما بحب أحكي إذا ما بعرف الأرقام بالضبط بس السيليك ديزيز بمشي بالعيلة نعم فإذا الأم عندها سيليك ديزيز لازم تحكي مع طبيبها وتسألها نعم وتسأل الدكتور إنه أنا كيف بدأت عامل مع الطفل بدي أستنى أحط الغلوتين بالضايت بالتغذية تبعته ولا لا ولا بنا نتفادى كليا كونترول روم عم بسمع الصوت أنا عم بسمع الصوت كونترول روم بس إحنا كنا نحكي هلأ عن الأمينات خلينا نكمل عن الأمينات الأكلات الغنية بالأمين هي الأكلات المخمرة الفواكن المجففة اللي بنعطيها للطفل بدل ما نعطيه سكر وشغلات الفواكن المجففة الحمضيات الأفكادو الأجبان المعطقة الأسماك المدخنة والخل أنا إيش بحكي لأنه في كل مدة مدة أنا على فيسبوك جروبس كتيرة بشوف أم بتقولي أنا بس أكل الأكلة أو طفلي بس يأكل الأكلة بنجن والدكتور بقول إنه أنا مجنونة فأنا بقول دايما الأم طلعي أنت على طفلك هي أدرة هي أدرة إذا لقيت أنه هذا الأكل بيخل الأكلة مثلا مخلل بيجنن ابنك تفاديه بس تفاديها الأكلات الثانية كمان لأنه كلها ممكن يكون فيها أمينات نعم والكبريتات كمان شغلة الأجسام بعض الناس ما بتحملوها أنا مثلا إذا أعطيتيني بحب أنا هذا المجفف المشمش المجفف دايما بسأل إذا فيه سالفيت ما باخده لأنه بصير عندي أحمرار بالجلد بصير عندي احتقان بالأنف كل هاي الأعراض شرية ما بصير عندي بصير عندي واللي عنده تحسس كبير أنا لأني لاحظت على بكير إنه عندي هالتحسس بصير عندي شوية احتقان بالأنف وشوية أحمرار بالجلد بطلت صرت أسأل فيه سالفيت ولا لا وتريتني أنا مش الوحيدة لأنه على مدى الزمن بلاقي مثلا بأمريكا فيه شغلات مكتوب نور سالفيت فأنا مش الوحيدة اللي متحسسة منها فالناس صاروا يدركوا لهاي الشغلة بس أعراض التحسس من الكبريتات الشرية الشرية يعني العلامة الحمرة المرتفعة اللي بتطلع الجسم ورم في الجلد احتقان الأنف انخفاض الضغط احمرار بالجلد فالأحا أي أعراض الأم مش قادرة تفسرها تطلع على الأكل يعني ما فيها إشي فهدول الأكلات الأكلات العالية بالكبريتات الفواكل المجففة الخضار المعلبة المعلبة أحسن دايما ناكل طازة إذا فيه إمكانية الأطعم المخللة الكاتشب والخردل في فالفيتس الشاي ورقائق البطاطا اللي بحبها كتير فبدأ أبطل عنها لا لأنه بلاحظ بعد ما أكل إنه بصير عندي هاي فهذا عدم هذا الانتالرانس للأكل بعدين فيه التحسس التحسس اللي هو السنسيتيفتي السنسيتيفتي للحليب حكينا عنه كل هاي الأعراض السنسيتيفتي للجلوتين درسوها فيه مادة بالجلوتين اسمها غلايدين هاي الغلايدين ببعض الناس اللي متحسسين بتفوت على الأمعاء بتزيد نسبة مادة اسمها الزانيلين الزانيلين بزيد المسافة بين الخلايا فبصير عندهم الأمعاء النفاذة فبصير بكتيريا فيروس بطريات تدخل بروتينات بتفوت عدم وبتعمل التحاب بتلاقي الطفل منهك ما عنده بنام بتلاقي الطفل منكد بيقول ايه كل شيء بيوجعني بتلاقيه بتصرف كأنه زلمة كبيرة وانتي مش عارفة ليش ممكن يصير عنده ورم بالمفاصل أو ألم بالمفاصل ممكن كمان يصير عنده كمان العيني باحتقان بالعينين أو بدمعهم بالخشم يا احتقان يا يسيل بال وانتي ذكرت كمان بعض الأشخاص بصير فيهم الأطفال بصير عندهم أكزيمة اه أكزيمة وبصير عندهم أعراض هدول كثير بجولي على الجلد هذا الأكزيمة نوع جلد ناشف نعم فممكن يكون الأكزيمة على كل الجلد مثلا البيبي الصغير البوبو نعم عادة ما بنعطيش جلوتين في بعض الأطفال في عندهم الأكزيمة من منطقة الخد هاي نوع خاص هاي مش شرط إنها أكزيمة مرات بيكون لأنه البيبي بيريّل وبينام عليها أو بيريّل بينام على أمه ممكن تكون هاي فطريات أكزيمة نشفان نشفان بالجلد نعم يكونوا على كل جسمهم مهم وبس يكبروا الأطفال بصير إيديهم وإجريهم ناشفين 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 دايما فال يعني هاي الأكزيمة أحد أعراض الحساسية من بعض المخلات مش يعني وزي ما حكينا المشكلة دايما ما الهيارات فيها الواحد أنا في كتير أطفال إنتم مع القوتين تحسن الأكزيمة نعم يعني ممكن ما راح كليا بس تحسن خمسين لستين بالمية فترجع لي الأم بعد حوالي شهر تقول لي بدي أرجع ابني على الخبز والباستا بقولها بس هاي جلده حلو انتي مستعدة انه ترجع تحطي هالمراهم ثلاثين ألف مرة بنهار والبيبي عيط مش عارف ينام بالليل لأنه وظل يرعب جلده عادة يقولوا لأ واللي بقولوا آه برجعوا برجعوا الهولاد اللي حلو بالحساسيات عادة يعني هو عادة بكبر لما بيكبر بخلص بتروح الأجزمة منهم يعني عادة بخف بخف مع الوقت بس المشكلة بالأطفال الصغار الصغار اللي بيجوا برعوا بتلاقيها ومنشفين ومش عارفين ينام عندك قطرة الأطفال فهدول أنا دايما بنصح لهم فكري انتي لما تشرب الحليب كيف تحسي ممكن انت انتي لما تشرب التاكلي خبز أو باستا بتلاحظي أعراض عندك لأنه وبعدين للغلوتين نكمل أعراض للغلوتين إنه النكد فرط الحركة الألأ مشاكل بالنوم كل هاي الشغلات الاكتئاب كلها ممكن تكون أعراض تحسس من الغلوتين فهلأ كيف هلأ وبتلاحظ الأعراض مش محددة الأعراض بالحساسية الحقيقية محددة الأعراض عدم تعمل وبالتحسس مش واضحة فأنتي كأم وأب وأمهات وأباء شو بتكم تعملوا اللي بتكم تعملوا إنكم تطلعوا مثلا على ثلاث لخمس تيئة خدوا اعملوا مذكرة نعم اليوم طعمات طفلي كيت 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 وأي ساعة نعم وبعدين بعد معاها بنفس الوقت اعملوا مذكرة أو اعملوا مذكرة بالأعراض اللي عند طفلك يعني كتير أطفال بيجوا عند الدكتور عندهم وجع بطن مش واضح أو امساك لا سبب مش معين أو اسهال لا سبب مش معين هدول كلهم أعراض تحسس من الحليب أو من غلوتين نعم فالدكتور اللي مش شامل مرات ما بيفكر بانه ممكن يكون في تحسس غذائي فبتحطي المذكرة تبعة الأكل مذكرة تبعة الأعراض وبعدين بتقرنهم بعض بعد ما سهيلة أكلت الباستا بعديها بساعتين لثلاثة صار عندها نوبة غضب الأعراض تبعون التحسس والعدم التحمل مش محددة زي ما حكينا وممكن تصير خلال ساعات مش فورية زي الحساسية وممكن تصير على أيام فعشان هيك بدك تعمل المذكرة لثلاث لخمسة أيام معلش رح أطعك دكتورها بعد إذنك بس معنا اتصال عشان ما نخلي يتطول على التليفون صباح الخير صباح الخير دكتورة أهلا أهلا فيكي هلا كيفك أهلين أنا بدي سؤال لدكتورة ليندا بس تعلي صوتك سؤال سؤالي لدكتورة ليندا إنه إذا في فحوصات دم معينة بقدر يجروها الأهل للأطفال بتبيع أنواع الحساسية أو أنواع الأغذية اللي ممكن يعطوه إياها ولا لأ إلا لازم تجربة شخصية إذا باكل هالإشي هذا وضهرت عليه الآراض أنا بروح بعالجه هذا السؤال اللي كنت رح أجاوبه وبلاحظت يا أنجيل إني بلشت بالمذكرة ما بلشت بفحوصات الدم وبفحوصات الجلد الحساسية الحقيقية نتجه لفحوصات الدم وفحوصات الجلد نعم هذا إذا مثلا زادت والأم صار عندها يعني عندها صار مش عارف تحدد لا إذا الأم إذا لا الحساسية الحقيقية تذكره أعراضها صورية أنا رية أنجيل أنت عم تحكي للأطفال ولا كمان إن جنرال بشكل عام للكبار كمان لا 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 للصغار للصغار إنه بعد سنة سنة ونص الأم حتى تكون على وعي تام إنه بتقدر تيجي بفحوصات دم معينة بيبين حتى فيت ابنها لأنواع معينة من الأفعانة ولا حاضع لتجربة الشخصية التجربة الشخصية عشان هيك بلشت بالمذكرة منسمع إنه في 12 إبرة 24 إبرة بغزوها أو هاي للحساسية الحقيقية هذا مش للتحسس ومش لعدم التحمل لما تفكري إنه في يعني إذا ابنك يعني هي هي هكي ست أنجيل بتقول إنه في فحص للطفل مو عم بحاول إجابة خلوني يحكي التحسس الحقيقي لما الطفل يصير عنده شرية لما يصير عنده مشكلة بالنفس لما يصير عنده انتفاخ هاي الفحوصات بيعملوها الدم والجلد ومعتمدة بس تحت عمر السنتين نعم شكرا لديك شكرا ليندا شكرا التحسس يعني مثلا ست أنجيل إحنا شفنا اسمعنا السؤال في عندك سؤال تاني حابة كمان تطرحيه خليني أجاوب شكرا بدي أسمع لأنه أنا من أول الحلقة ما تابعت من أول الحلقة لهذا السؤال شكرا حبيبتي ست أنجيل هلا منجاوب على هذا السؤال في موضوع الفحوصات شكرا التحسس أو عدم القدرة على تحمل هذا الناس كتير عم بيعملوا فحوصات دم فحوصات الدم هاي ما تم دراستها إنها هي ممكن إنه الواحد يعتعمد عليها ولا لا مية بالمية يعني لأنه ممكن تعطي فكرة وممكن ما تعطي فكرة أنا دايما رأيي عشان هيك بلشت بالمذكرة إنه إنه هذا اللي أكله طفلي هذا التصرف اللي صار بطفلي قرنيهم مع بعض بتقولي هي بعد ما يأكل الجبنة بصير في هيك خليني أجرب قائم الجبنة وكل مشتقات الحليب من نظامه الغذائي لمدة أنا دايما منصح أربع لستة أسابيع لأنه بدك مدة إنه كل الكيمويات اللي مش مناسبة للبيبي بدها وقت لحتى تتخلص منها يي بعد ما أكل أكلت سارة خبز ولا باستا بلاقي بعدها بيوم يومين خاملة وزعلانة وبتعمل نوبط غضب ومش تغيرت شخصيتها بقول بدي أخلص من الجلوتين والجلوتين موجود وين أي إشي فيه أمح أي إشي فيه طحين الباستا الكراكرز هدولة نعم يعني بدك تقري لأنه هلأ مفروض من الحكومة إنه ينحط كل شي محضوط على فأي إشي فيه طحين نعم أمح أي إشي ممكن يكون فيه الجلوتين بدك تقيمي نعم وبدي تكون نصارمة لأربعة لستة أسابيع وشوفي شو بصير ما لاحظت تغيير بالطفل بالمرة يعني أنه مش الجلوتين مثلا أو قيمتي الحليب مش الحليب إذا لاحظت أنه تغير التصرف صار عنده نشاط أكتر صار نومه أحسن بتقولي أوه ممكن أنه يكون جلوتين فشو الحل للمشكلة هاي قيمي الجلوتين من الدايت تابعه لأربعة لستة شهر لأنه الجسم بحب يعني الله الجسم اللي خلق لنا إياه بحب أنه يكون بصحة منيحة وبميل للشفاء نعم فإذا إحنا قمنا الشغلة اللي عم بتخليه تحسس وهو مش طائقه ممكن أنه الجسم يرجع يهدى وما يكون عنده مشكلة مع الجلوتين مرة تانية نعم فبتطلق أربعة لستة شهر بدونه وبعدين شوية شوية بتزيدي شوية من الجلوتين شوية شوية بتزيدي شوية من الحليب وبعدين بتقولي أوكي ما صار عنده هالآراض خلينا أجرب كمان أكتر بالحساسية الحقيقية ما بتقدر يتعملها لأنه هاي الحساسية الحقيقية ما بتروح هاي بنضلها على مدى العمر إلا إذا علاجوها بطرق معينة وفي طرق هلأ فعالة نعم في إبر في هلأ صاروا يعملوا أورل تيربي بعملوا في أطفال بحقنوهم بالسم تبع البيز النحل نحل آه بل هذا للحساسية الحقيقية هدول الأطفال إلا الحمد لله اللي عندهم تحسس وعدم تحمل بظن أنه عددهم أكبر بس لأنه صعب أنه الواحد يحددهم بالذات ما فيش دراسات كبيرة عليهم في دراسات بس لسه عم تطلع نعم فأحسن شي المذكرة والمقارنة هذا الأكل سبب هاي الشغلة وبعدين أنت ما وأنتي وأبو تعرفوا يعني بتصيروا تراب وبعد ثلاثة لخمس تيام بتقولوا فعلا بعد ما ياكل هالشغلة بصير زي زوبعة هايبروم آه لكن فيه بدي أحكي لك دكتورة في بعض العائلات ما عندها وقت لا تعمل مذكرة ولا ترائب خاصة لإمرأة العاملة الأب بيكونش موجود بيضلوا الأولاد عند الخادمة فالخادمة ممكن ما يعتمد عليها أنها تعمل مذكرة أنه بعد ما طعميته هذا على الويكند أو بعد ما سويت هيك وهذا هلا كان سؤال ست أنجل أنه هل هو هناك فحص أنا عادة بعرف أنه هاي الفحصات الدم هي غالية التكلفة يعني بتكون مكلفة جدا ثلاثمية وثمس وعشرين لنا يعني في بعض العائلات بتتحمل أنها تدفع هذا المبلغ تعمل هذا الفحص مرة بس هاي بقدروا شي يعتمدوا عليها مية بالمية يعرفوا مثلا أهم الأشياء اللي أولادهم أنا يعني بعرف كثير عائلات عملتوا هاي الفحص لأولادها وفي حتى للكبار كمان صاروا يعملوا لا أكتشفوا حالهم أنهم هني أو مثلا أو أي نوع من الأكلات ما كانوا ينتبهوا على حالهم حتى وهني كبار أنه آه أنا كل ما باكل هاي بس ما كنتش أعرف أو أنا أنا كلوتن طلعت ما كانت منتبها لما أنا باكل خبز أو باكل باكل ماكروني أو باكل أي إشي بصير عندي حراءة آه بصير في عندي هيك وحاس حالي منفوخ مش قادر وهذا معني ما أكلش شغل قطعة صغيرة يعني بصيروا هيك بس لما بيعرفوا بالفحص هاد هلا صار هاي الفحصات متاحة بالمختبرات زاد وقاللت تكلفتها كان بالزمن تكلفتها كتير عالية وطريقة حتى الفحص تكون شوي مزعجة إنه يعملوا ست نقاط بعدين نشوف أي واحد التهبات أو 12 نقاط وبعدين 24 نقاط هاي للحساسية الحقيقية هاي مش للحساس مش للتحسوس هادي للعندو الحساسية اللي بيشك بحاله بحساسية حقيقية هاد الدكتور بعملها ها هلا جديد صاروا بالمختبرات في كتم هاد بقولك إنه بعملك للحساسية مش مدروسة آه يعني تعطيك تعطيك فكرة أنا رأي إذا كان عندك حدث فهذا هو ست أنجيل وكتير فيه من الصبايا خاصة نحن هلا بعالم التكنولوجيا وعالم السريع يعني كلهم كل إشي بدهم إياه بسرعة ويعرفوا نتائجه بسرعة فما رح يستنوا فهذا العالم السريع فيه إشياء ممكن إنها توفر عليهم هذا الوقت وهذا الجهد أو هاي المذكرات اللي انت حكتيها يعمل المذكرة على الويكند نعم يعمل مذكرة خلال المسويات والخاتمة يعني إذا هي الناس اللي بيدير باله على الطفل ومعظم الوقت ممكن إنها تعمل يعملوها صحلة حاليا الخادمات بيكونوا شبه الوعي التام يعني يعني يا لبعرف ومان بيعرف خاصة لما فتحوا فتحوا الخادمات على كتير من دول البرة البرة إذ أم والأب اللي بيشكوا إنه طفلهم ممكن يكون عنده تحسس نعم يقيموا الحليب والحليب لأربعة على ستة أسباع ويشوفوا شو بصير شو بصير في نعم لأنه ما عظم تحسس الأطفال هو من الحليب يا حليب يا غلوتين يا غلوتين اللي هو الأمح منتجاته والسوي السوي السوي إحنا عادة مش عم نعطي أطفالنا سوي بس لما تعطي الأكلات اللي معلبة فيها سوي بحطوا فيها سوي نعم السوي البيض 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 هدول الشغلات الكبيرة اللي عادة بتسبب تعسس يعني يعني أنت بتنصح الأم إنه تبلش بأكل جديدة أو بمادة جديدة بدها تعطيها لابنها تبلشوا على الويكيند لما بتكون هي متواجدة في البيت يفضل ما تعطيه شي وأنتي غايبة عن البيت المادة الجديدة هذي أعطيها بالويكيند وشوفي لأنه اللي عنده حسسية بعتقد أنت حكيتي خلال هو عادة حسسية حقيقية هلأ ولا تحسس غزائية تحسس بيظهر رأسا على الطفل الحسسية الحقيقية بتظهر رأسا نعم الحقيقة التحسس وعدم التحمل هذا ممكن يظهر على ساعات لا أيام ساعات يعني عشانيك بقول بالويكيند مثلا الإجازة الأسبوعية جمعة وسبت أنه الأم تطعمي ابنها المادة الجديدة اللي بتتدخل على نظامه الغزائي وترأبه خلال هاي اليومين كم من ساعة ببلش الطفل يتجاوب إذا عنده حسسية ولا لا في ناس كثير مثلا أطفال شفتهم يعني هذا أنه لهم بياكلوا بندورة وبتلاقي كل حوالين تمهم أحمر صار هاي مش حسسية هلا أنا بحكي هاي مش حسسية هاي إيش ما له ابني كذا وهيك فهاي الأنموة من حسسية نتيجة أكل إشي معي مثلا بس هاي مش حسسية أو بردقان حامض والحامض هدول الحوامض كتير بعملوا حمار حوالي تم إذا ما عملوا أي مشكلة تم مشكلة هاي مو حسسية يعني والحسسية سطحية تفاعل بين مواد الحمضية هاي الحامضة مع الجلد فأنا دايما بقول للأم إذا ابنك بحب البندورة ولي بحبي مصمس على بردقان حطي له شوي الباسلين أيوة على وجه وخلي ياكله شوفوا شو بصير بس إذا فيه أعراض تانية هاي هاي بدها دكتور طبعا أكيد بس يعني هذي المسلا اللي شافت إنه تم هذا كتير هذا كتير هذا إشي شائع ما تفكر إنه تمنع البندور عن الطفل لا حسسية ولا تحسس هذا يعني تحسس جلدي إحنا مش عم نحكي عن التحسس لأنه مثلا بفي ناس كتير لما يلبسوا الجينز بصير عندهم طفح عند المحلمة البطنهم جلد البطن بمسك الجينز نعم ليش لأنه الزر تبع الجينز في مادة بتعمل تحسس بالجلد نعم بس بهاي المنطقة فبصير يصير فيه حمار وبعدين بصير فيه زي فليكس وبصير يحكحك فبيجوني الأمهات بقولوا حطيت كل شيء على لا يبطلها ترجع بقولهم لأ أنتوا عم تطلعوا على المحل الغلط ما تطلع على الجلد ابنك تطلع على الزر فيا إما بتغطيه بمنكير شفاف يا إما حطي خلي ناسي يخيط ماشي عشان لما الواحد تعمل في عزع العرق بيدوب شوية بيطلع شوية من المادة تبعة الزر وبتعمل اسمه contact dermatitis اسمه هذا هذا dermatitis التحسس اللي بيجي من اللمس نعم هذا غير عن اللي عم نحكي نعم هو نوع من الأنواع التحسس اللي بسمه الظاهر يعني نرجع للسؤال نعم السؤال إنه هل بتقدري تعتمدي على هاي حصات ولا لا الدراسات لسه ما يعني ما بيّن عليها دراسات كتيرة والواضح لأنه أغالي إنه فيها مصاري كتير نعم فأنا ما بعرف اللي بده يعمل هو فحص يعمل بس أنا كان يجوني أطفال عندهم حساسية أو تحسس لأمية شغلة طب هذا شو بدي أعمل فيه نعم مش معقول إنه يكون لو عنده عنده تحسس ولا حساسية لأمية شغلة بيكون قاعد بالمستشفى طول النهار مش قادر يضبط حاله نعم فأنتوا تطلعوا على أكبر أكبر الشغلات اللي بيأكلوها الطفل بتفعل معها ولاحظوها نعم يعني أهم إيش المراقبة لأنه ما فيش عوض عن المراقبة والعناية أنا بعرف أنا كنت أم مشغولة نعم بس لما كنت أجي على الويكند أضي وقت معاهم على كنت تنتبه يعني أولادي لما أعطيهم سكر كان ينجنوا الدراسات بتقول إنه السكر ما بيزيد من الحركة عند الأطفال نعم هذا مش صحيح ببيتي أنا نعم لحد هلا إذا عطيت كامل أو نور سكر آه بيصيروا هايبر آه بيصيروا هايبر بالعادي إنه هذا المعروف يعني بس الدراسات عملوا دراسات عديدة بقول لك إن اشتخلوا سكر فأنا بقول لكم إنتوا تطلعوا إنتوا هاي خبرتكم وتجربتكم دكتورة وات العامل التجاري كمان يعني بدوا ينتبهولوا إنه أساس ما يمنعوش نوع معين من المأكلات أو المواد إنه يضلوا الإنسان يستعملها بس أنا بالنهاية نجينا إحنا على نهاية حلقتنا يعني موضوع في جانب أسئلة ما فيش غير من الدكتورة ولجميع كمستمعين عم بيسمعوا الحلقة أكيد رح يستفيدوا من اللي حكينا لأنك إنتي حكيت كل إشي ممكن الأم تسأله يعني حكيت يعني الحساسيات بكل أنواحها والأعراض وكيف الإنسان بيقدر إنه يقدر يعرف طفله كيف تجاوبه على موضوع الحساسية زاد إنه كيف يعالج هذا الموضوع وبالنسبة للفحوصات الدم إنتي حكيت إنها هي مش معتمدة 100% لكن اللي بيقدر إنه يعمل هذا الفحص مش غلط يعمله لكن هذا الفحص نتائجه متغيرة على لما بيكبر الطفل يعني ممكن إنه يبين هلا إنه عنده حساسية من هذا النوع بس يكبر سنة بيصير إنه ما عنده حساسية ممكن النتائج هذا الفحص تتغير على يعني هالنوع معين من الأكل وبصير عنده أنا عندي طلع مش عندي عند أختي عملت الفحص وأنا بعرف إنه عندها تحسس للغلوتن طلع ما عندها تحسس للغلوتن نعم بالفحص يعنيني في بعض النتائج تصلعي شاكيرت أنا قلت يعني طيب أنا بعرف إنه الغلوتن مشكلة لأنني كنت برائبها لما أجأ لما توفى أبوي الله يرحم وظلت عندنا شهرين ونص وأنا برائبها بتطلع عليها لما تأكل تتنفخ صباحة بتنفخ الفحص قال أنا ممكن في إشي تاني وقلها طيب أنت لما ماتك لرجعت عاميركا وبطلت الغلوتن صارت أحساب فالفحصات يعني المرائبة الطفيل هو أحسن معلم أكيد نحن دكتورة بنشكريك ويجينا على نهاية البرنامج أنا بتمنى أنه كل من تابعنا وشافنا هذا الصباح أنه استفاد من هاي المعلومات طبعا الحلقة رح تضلها على صفحتنا على الفيسبوك نورستات جوردن بتقدروا تعملوا تاق لكل الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هاي الحلقة ومن هاي المعلومات حاولوا أنكم تفيدوا الآخرين وتفيدوا غيركم في هذا الموضوع ومنحيوا كل من كان معنا على الصفحة على المباشر ونجاة يدك ومنقولك صباح الخير وسيهام نينو يسعد صباحك وشرب القود ويولا حتر وإبراهيم حمام وكل من كانوا على التعليقات بصبحوا علينا كمان وتركوا لنا كومنتات منصبح عليكم ونتمنى لكم نهار سعيد بصحة والعافية وإلى اللقاء في برنامج آخر من تغريدات عائلية بالأسبوع القادر تابعوني على أس دكتور ليندا تابعوني على أس دكتور ليندا اعملوا لي لايك للصفحة اعملوا لي شير للصفحة نعم احنا على استعداد لأي سؤال من دكتورة ليندا على صفحتها أو صفحت النورسات تقدروا تتواصلوا معاها وحتى إذا في الاتصال معنا ممكن نعطيكم رقم هاتف للدكتورة ليندا إنكم تتواصلوا معها مباشرة فصباحكم نور ونلاقيكم الأسبوع الجاي من تغريدات عائلية إلى اللقاء ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليل ومير